إذا ناصحت لي شخص رافضي شيعي وأسلم فما هي الأمور التي أطلبها منه ليفعالها عند الشهادتين وهل علي إثم إذا قلت له أكتم إسلامك حتى تتيسر الأمور خوفا عليه من أهله يصبح إذا تاب ملهج الرافضة إذا تاب فهذا خير كثير ولك من الأجر مثل أجره دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة فإذا تاب تذهب به إلى الجمعيات الخيرية والتي عندها كتب وعندها تعليمات وهم يرشدونه إلى الطريق الصحيح المترجمات لكثير أجره على لكثير سيكون هناك أجره على التطبيق الصحيح